وفي السياق قال محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أننا مصرين على أن تجري عملية التعيين في مدرية التربية بشفافية مطلقة ويمكن لكل أبناء المحافظة الاطلاع عليها وفي حالة وجود غبن يمكن تقديم اعتراض ضمن مدة محددة كما أشار محافظ صلاح الدين إلى أنه اجتمع برئاسة الوزراء لتحديد بناء مدارس نموذجية بأطر حديثة مبينا تحديد 13 موقعا بالمحافظة لبناء هذه المدارس كتجربة أولى الحقيقة الزيارة اليوم المديرية هي بشقين الشق الأول يتعلق بموضوع التعيينات موضوع التعيينات الحقيقة نحن مصرين ومصممين أن تكون العملية بشفافية مطلقة بحيث كل أبناء المحافظة يطلعون على آلية التعيين وأي شخص مغبون ممكن أنه يقدم اعتراض ضمن فترة محددة سيكون إعلان النتائج واختيار المرشحين للتعيين بطريقة علنية في قصرة ثقافة والفنون بحضور أعظام المجلس وكل المسؤولين بالمحافظة ويعني نفند ولا نسمح بنفس الوقت أي كلام عن بيع للدرجات أو أي كلام للتلاعب بالدرجات أبوابنا مفتوحة بعد الإعلان لطعن بأي اسم وإن شاء الله تسير الأمور هذا تبليغ رسمي تم تبليغ الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع فيطمئنون أبناء صلاح الدين أنه إحنا متابعين هذا الموضوع ويطمئنون بأنه ما راح تمشي أي درجة إلا ضمن الضوابط إحنا متابعين هذا الموضوع الشقة الثانية هو الحملة الوطنية لبناء المدارس اجتماع برئاسة وزراءة لتحديد مدارس نموذجية بأطر حديثة طبعا مدارس كلفة عالية جدا لكن هي فرد نموذج معماري متقدم حددنا تقريبا 13 مكان في المحافظة لبناء هذه المدارس يعني كلفة عالية كتجربة أولى وبعدين نستمر راح إن شاء الله يتم رفع هذا الكتاب لمجلس المحافظة غرض المصادقة عليه وبعد ذلك يدرج في الخطة لبناء هذه المدارس في المحافظة